أبو يوسف وأنا بعب الطلب انقاطعة الكهرباء أبو يوسف وأنا بعب الطلب انقاطعة النت أبو يوسف جدمت الطلب مرتين شو اللي رح يصير أبو يوسف أخدت صورة عن الـ confirmation number والتلفون ضاع اليوم رح نتكلم عن المشاكل اللي بتصير مع أغلب الناس اللي بيقدموا لهجرة القرعة العشوائية لأمريكا لنفرض إنك فاتح اللابتوب أو فاتح التلفون وقاعد بتقدم للهجرة تلفونك مع إنك حطوا على الشاحن البطارية ضعيفة فجأة قطعت الكهرباء التلفون طفع مدام أنت ما وصلتش لآخر الطلب وكبست صبمت يعني تقديم الطلب أو إنهاء الطلب وما طلع لك الـ confirmation number الطويل هذا معناته طلبك ما اكتمل أصلا وما انقبل تقدر تعيده من أول جديد لما ترجع الكهرباء لو مقطع النت وانت بتعب الطلب نفس الجواب بالزبط فيه ناس بيكون عب الطلب بيكبس باك بالغلط بعد ما يكون عب الطلب بيطلع من الصفحة كلها برضو نفس الجواب أكبر غلطة أكبر غلطة بتصير كل سنة وفيش حدا بتعلم بقولك نسيت أنجل الـ confirmation number خلصت الطلب ظل العالي في الأخير صبمت تبست على الصبمت شفت الـ confirmation number وطلعت من كل الموقع ونسيت أكتب الرقم على ورقة ونسيت أصوره ونسيت أحتفظ فيه بأي شكل من الأشكال بالعربي راحت عليك للسنة الجاي خير وفرج فيش طريقة بالدنيا أنك تستفسر انقبلت أو لا إلا بواسطة الـ confirmation number فكل عملية التقديم لحال وشغلة أنك تحتفظ بالرقم لحال لازم تحتفظ فيه في أكثر من مكان بدك تحتفظ عن غيب تكتبه على ورقة تخليها في جيبتك ورقة ثانية تخليها في خزانتك ورقة ثالثة تلزقها على الثلاج نحكي جد بدك تصوره بالتلفون بدك تنزله بوست على فيسبوك بدك تنزله على تويتر بدك تحتفظ فيه في أكثر من مكان وبكتبه على الثلاجة لو الثلاجة نباعت محطوط في بيت أخوك أو في بيت أبوك روح جيبه لأنه هذا الرقم ما فيش طريقة بالكون أنك تعرف انقبلت ولا لا فيه ناس بقولك وانا بعب الطلب مش عارف أكتب حرف الأو ولا رقم زيرو مهم مدورتين زي بعض بكل بساطة لما يقولك اسمك أو عنوانك أو كذا هاي البيانات موجودة فيه جواز سفر تنقلها زي ما هي فيه جواز سفر يعني محمد ثاني حرف هل هو رقم صفر فيه أرقام بالدنيا بتكون في وسط أسماء بالعجل يعني وانت بتعبط طلب فيه إش اسمه الفيرس نيم واللست نيم والميدل نيم طب اللست نيم هل هو الاسم الرابع ولا الأخير أنا اسمي خمس أو ست مقاطع عائلتنا كلها أسماء مركبة شو أزوي اللست نيم اللي هو آخر اسم اسم الجد الأخير أو اسم العائلة الفيرس نيم اسمك انت محمد اكتب محمد أحمد تكتب أحمد طب شو الميدل نيم كل إش بالنص هو الميدل نيم يعني محمد ناصر حسين قاسم اللست نيم قاسم والفيرس نيم محمد وكل اللي ضل بتحطه بالنص طيب قالوا لي مكان الميلاد أنا مكان ميلادي قرية معينة تاب على مدينة معينة تاب على مركز معين تاب على محافظة معينة شو أكتب اسم القرية ولا المدينة ولا المحافظة ولا الولاية ولا إيش شو مكتوب في جواز السفر إنجلوا زي ما هو حتى لو بالغلط اكتبه لو أنت مولود في عمان وكاتبين الزرقة اكتب الزرقة لأنه السفارة بدها ورق ما بتأمن في الكلام عنوان في الجواز غير العنوان اللي أنا ساكن فيه وين العنوان اللي لو حدا في الدنيا بعطلك رسالة بالبريد ورقية ابتصلك عليه وين العنوان اللي مرتك لما توصي من شئ أن أواعي توصي طلبية عليه اكتب هذا العنوان لو أنا معاي دبلوم أو باكالوروس أو ماجستير أو دكتورة شو أكتب مش أنت قلت الثانوية عامة أنا قلت الثانوية عامة الحد الأدنى لكن لو معك إشي غيرها اكتب أكثر إشي وصلت له أعلى حد وصلت له بتكتبه أنت معك الثانوية عامة رحت عكلي أخد دبلوم بعدها أخدت الماستر بتكتب الماستر أعلى إشي وصلت له بتكتبه الأحرف كابتل ولا سمول برجع بقولك زي ما هو مكتوب في جواز السفر كل الكلام بيكون سمول معده أول حرف أول اسم لازم يكون كابتل يعني أحمد بتنكتب هيك علي بتنكتب هيك سمير بتنكتب هيك وهكذا سؤال حلو بقولك لو أنا بجدم كل سنة على الأشوائي وبنرفض وجدمت لبلد ثاني مثلا بريطانيا أستراليا كندا وسألوني عمرك انرفضت في سفرات ثانية أقول لهم آه انرفضت ولا لا ما اسمك انرفضت اسمك لم يتم اختيارك في فرق بين انرفضت ولم يتم اختيارك لما تكون انرفضت معناته عليك مشكلة مش عارف تجيب حصون سيرة وسلوك كاين محبوس قبل هيك مزور في بعض الأوراق اللي تقدمت له السفارة كاذب عليهم في اشوائيا قلت لهم بتطلع سياحة وانت طالع هناك عشان تشتغل بدون تصريح لكن في هجرة القرعة العشوائية كمبيوتر بيختار اللي بده إياهم بطريقة عشوائية وبترك البقية لو ما صحت لك معناته الكمبيوتر ما اختارك مش انت تم رفضك فبتقدر تقولهم جدمت للقرعة العشوائية ولم يتم اختياره او لم يحالفن الحظ لكن لو انت جدمت لنوع فيزا ثاني سياحة زيارة علاج دراسة شو مكان وان رفضت قلهم انا رفضت جبل هيك سؤال مهم هل الرفض في المرة الاولى يؤثر على التقديم في المرة الثانية لا طبعا لنفس السبب لانه الاختيار يتم عشوائيا في ناس جدموا 16 مرة المرة رقم 17 انجابلوا في ناس جدموا 25 مرة المرة رقم 26 انجابلوا وفي ناس جلوا يلا خسران اشي بعبها الطلب زبطت زبطت ما زبطت بلاش وهو ما كان بده يسافر وانجابل من اول مرة هاي تسهير رب العالمين ما بتعرف فالرفض لأول مرة لا يؤثر على التقديم الثاني مرة الا اذا كنت رفضت لسبب جدمت اوراق مزورة في اوراق ناقصة ما جبتش حسن سير السلوك مثلا او عندك اي سبب يمنعك انك تدخل امريكا مدى الحياة مثلا انت منضم لجماعة ارهابية او عليك مشاكل من هالنوع وقتها مش رح تنقبل لو كل يوم بدك تقدم او عندك مرض معدي مثلا او مرض وبائي معك كورونا معك سل معك تفؤيد معك كوليرا معك جدري ما هو في فحص طبي قبل المقابلة المرة الجاي رح اقول لك لو انقبلت في فيزا القرعة العشوائية شو رح يصير يوم المقابلة لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان اوصل لك جديد ناول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته